بعث رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك برقية شكر إلى رضيره المصرية دكتور مصطفى مدبولي في ختام زيارته الرسمية الناجحة والمثمرة على رأس وفد الرفيع المستوف إلى العاصمة المصرية القاهرة التي أجرى خلالها مباحثات موسعة ولقاءات متعددة لتعزيز علاقات التعاون المتميزة والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتسليم رسالة من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة جاء فيها دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يطيب لي في ختام الزيارة الرسمية التي سعدت بالقيام بها لجمهورية مصر العربية الشقيقة تلبية لدعواتكم الكريمة أن نجدد التعبير لدولتكم عن جزيل شكري وفائق امتناني لما لقيته والوفد المرافق لي من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحسن الوفادة وهو أمر ليس بغريب على مصر العروب التي تربطنا بها وبشعبها علاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ مسلودة بسجل حافل من التعاون المشترك والمواقف المشرفة مع اليمن في مختلف الظروف والمراحل كما أود بهذه المناسبة أن أعبر لدولتكم عن ارتياح العميق لما طبع مباحثاتنا من تطابق وانسجام في وجهات النظر تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك مؤكدا لكم أن ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال هذه الزيارة الميمونة والمثمرة ستشكل لبنة إضافية ودفع قوية للعلاقات المتينة التي تربط الجمهورية اليمنية بشقيقتها جمهورية مصر العربية وتجسيدا لإرادة قيادتين الرشيدتين بزعامة فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم وترسيخ عرى الأخوة الصادقة والصلات المتينة بما يعود بالنفع على شعبين الشقيقين ونثمن لكم موقفكم الشجاع والعروبي في المشاركة بتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بإجهاض المشروع الإيراني في اليمن وما يمثله من خطر موجود على المنطقة برمتها وكذا رعايتكم الكريمة للجالية اليمنية المقيمة في بلدكم الشقيق وما تولونها من رعاية واهتمام لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي عقدناها وكذا رسالة التي سلمتها من فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عمق ومتالة العلاقات الأخوية المتميزة والخاصة بين بلدين والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة وتطابق وجهات النظر في عدد من الملفات والقضايا على مستوى الوطني والإقليمي والدولي بما في ذلك موقفنا الثابت في دعم رؤية مصر لحماية أمنها القومي والحفاظ على حصتها من مياه النيل والتعاون المشترك في حماية أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية في مضيق باب المندب مجددا لدولتكم أصدق عبارات الشكر والامتنان مقرونة بأطب التمنيات لكم بالصحة والسعادة ولبلدكم الشقيقة بالأمن والأمان والازدهار وتفضلوا بقبول أسمى عبارات الود والتقدير